بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون آياتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين في هذه الحلقة أحب أن أكلمكم فيما أسأل فيه فسئلت عن معنى كلمة المنهج الأزهري ما معنى هذه الكلمة المنهج الأزهري المنهج الأزهري يتمثل في أمرين يحافظ عليهم الأزهر منذ ما أنشئ ومنذ ما فتح مجددا في عهد صلاح الدين الأيوب لشيوعي وتدريسي علومي أهل السنة والجماعة وإلى يومنا هذا مر عليه العلماء ومر عليه الأولياء الأتقياء هذا المنهج هو في الحقيقة المشروع الإسلامي بعض أهل السياسة أخذوا هذا الكلام من أجل الوصول إلى كراسي في البرلمان من أجل الوصول إلى كرسي الحكم من أجل الوصول إلى منفعة ينتفعون بها فأخذوا كلمة المشروع الإسلامي والمشروع الإسلامي في حقيقته هو الأزهر الشريف إذا أردت أن تدرك معنى المشروع الإسلامي بالتفصيل في إجابته على جميع الأسئلة السياسية والاقتصادية والاكتماعية والشخصية والدينية والعلمية فهذا هو الذي يقوم به الأزهر الشريف لكن عندما سقطت الخلافة والخلافة العثمانية سقطت في ستة مارس سنة 1924 على يد كمال أتاتورك الذي جلس يخاطب البرلمان في اسطنبول لمدة تقرب من ستة وتلاتين ساعة وهو يخطب حتى أقر البرلمان بإنهاء الخلافة العثمانية وبإنشاء الدولة التركية في صورة الجمهورية التركية الباقية إلى يومنا هذا ونصت تركيا في دستورها على نضرة فيما نص من الدول في العالم لهذا الدستور في الدستور أنها دولة علمانية فهذا تجده في إرجوي تجده في فرنسا تجده هكذا ولكن كلمة دولة علمانية لم ينص عليها في الدستور كلها عند منهارة الخلافة في سنة 24 حدث صدع في العالم الإسلامي وحاول الناس أن يكتمعوا في القاهرة في مؤتمر يسمى بمؤتمر الخلافة حضره أهل الشرق والغرب يقول الشيخ أحمد بن الصديق الغماري وكان ممن حضره أبي رحمه الله تعالى محمد بن الصديق الغماري وكان من كبار كبار العلماء في المغرب وحضر عدة جلسات لكنه رأى الناس لا تتكلم بجدية ويفترقون على الدنيا ويتكلمون بما لا يعرفون ولا يعلمون ولذلك ترك بقية الجلسات وأخذ في البحث عن الكتب العلمية حتى يحملها معه مرة ثانية وهو قافل إلى المغرب فشل هذا المؤتمر وكان قد أصدر مجلة أصدر منها عدة أعداد بسيطة عندي في مكتبتي عددان ولا أعرف إذا كان قد صدر الثالث أو لم يصدر وحدث أيضا أن نشأ في الهند مؤتمر للخلافة مرة ثانية وبدأت من هذه السنين بدأت ظهور تجمعات وجمعات وجمعيات وجماعات لأنها طرى العالم الإسلامي وقد فتت بسايكس بيكون وقد استعمر بالمحتل الإنجليزي والفرنساوي والإيطالي وغير ذلك بل والهولندي والبلجيكي وطرى أن الإسلام في خطر وأن المسلمين في خطر وأنهم يتهددهم بالليل والنهار حتى يقول الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء أننا نتسامع على مشروع يهودي في احتلال الأرض الفلسطينية وأن هذا لو حدث فإن هذا يكون كارثة كبيرة وبداية النهاية وكذا إلى آخر 1936 يعني قبل كارثة وأزمة ومصيبة سنة 48 المشروع الإسلامي بدأ الكلام عن المشروع الإسلامي بعد انهيار الخلافة ويقول لك وانت فاهم قضية الإسلام وقضية المسلمين قضية الإسلام والمسلمين يعنون بها في المجمل الوحدة أننا نريد أن نتحت ولذلك رأينا عبد الرزاق باشا السنهوري يشغل نفسه بهذه القضية وهو يحصل على الدكتوراه من السربون وهناك كتب رسالته في صياغة أخرى لوحدة المسلمين تتفق مع العصر الحديث وتتفق مع تطور الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة فهل يمكن إنشاء شيء يوحد المسلمين كما كانت دولة الخلافة توحدهم وهذا الشيء والنظام يحاول أن يتجاوز مشكلات الدولة المترامية الأطراف لأن الدولة المترامية الأطراف كانت لها مشكلات وكانت تحل هذه المشكلات شيئا فشيئا وبصورة جزئية ولم تكن مترامية الأطراف جدها من قرون واسعة كبيرة كان هناك الخلافة الأموية ذهبت إلى الأندلس وأنشأت في العالم أنشأت خليفة آخر غير الخليفة العباسي ولما دخل العثمانية مصر فإنهم أخذوا الخليفة العباسي معهم ولما أخذوه معهم ودخلوا تسعمائة خمسة عشرين هجري فإنهم تركوه خليفة حتى مات ثم عين سليم خان الذي دخل مصر نفسه خليفة على الألابد الألابد ولكن المغرب لم يكن تبعها الهند لم تكن تبع الخلافة إيران كانت تبع الدولة الصفوية فلم تكن تبع الخلافة فالخلافة غير قادرة على أن تلم شعث الأمة كلها ولكن فكرة الوحدة على جهز سنهوري باشا وعمل الدكتوراه فيها والدكتوراه كانت في الفرنسية فترجمت إلى العربية ومؤداها أننا يمكن أن نجتمع فيما يشبه منظمة المؤتمر الإسلامي التي سميت الآن منظمة التعاون للدول الإسلامية التي نشأت في الستينيات وكانت وما زال مقرها جدة وأصبح لها منظمات منها مجمع الفقه منها البنك التنمية الدولي ومنها مركز الحضارة ومنها الإيسيسكو للثقافة في المغرب وهكذا فهي تحاول أن الستة وخمسين دولة تجتمع مرة أخرى في ظل هذه الأجواء بدأت جماعات كثيرة في النشأة وكان من أقوى هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت سنة 1928 ماذا تريد؟ هي تريد أن ترجع فكرة الخلافة مرة أخرى فكرة الخلافة هذه هي النهاية التي تريد أن توحد المسلمين بطريقة تقليدية وليست بطريقة مبتكرة مثل ما فعل عبد الرزق باشا السنوري عبد الرزق باشا يريد الغاية الغاية من الخلافة الوحدة ولذلك يمكن أن نتحد كالاتحاد الأوروبي كالاتحاد فدرالي مثل ما فعلت الولايات المتحدة بحيث أن كل ولاية تستقل بإدارة نفسها ولكن هناك جيش واحد هناك عملة واحدة هناك قانون فدرالي واحد أو الاتحاد الأوروبي في صورة الآن قربة من أن يصل إلى ثلاثين دولة يريد أن يجمعها بتأشيرة واحدة بعملة واحدة وهي اليوروب ولكن كل هذا لغات مختلفة ثقافات مختلفة كل بلد تعيش في رفاهة أبنائها وتطوير أبنائها ولكن بمساعدة هذا الاتحاد اتحادات هكذا ومن هنا نشأت فكرة الأمم المتحدة للعالم نشأت فكرة جامعة الدول العربية للعرب نشأت فكرة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أصبح الآن اسمها منظمة التعاون الإسلامي هذه الأفكار أفكار جديدة تريد أن تقوم بطريق الوحدة وحدة المسلمين وليس بأسلوب معين ورأينا بعد ذلك الناس يتخذون الديمقراطية طبعا أنت اتخذت الديمقراطية الديمقراطية ليست عندنا لا في التاريخ ولا في الفقه فلما ارتضيتها قال لأنها تحقق مصالحنا طيب ماذا بيستحقق مصالحنا كمان فلماذا يعني نتطور في مكان ولا نتطور في مكان صعب صعب الإجابة على هذه الأسئلة أنا شخصيا أدعو إلى ما يسمى ما بعد الديمقراطية وهو كلام طويل نتجاوز فيه الديمقراطية الغربية نستفيد فيه من الخبرة الإسلامية ثم نحقق كل ما تصب إليه البشرية من الحرية حريات التعبير حريات الاعتقاد الفصل بين السلطات الانتخابات ولكن تتم بطريقة معينة وبنسب معينة نستفيد فيها من الخبرة الإسلامية وهكذا أدوات تتحول الديمقراطية من عقيدة إلى أدوات إذن نحن أمام المنهج الأزهري ماذا يعني؟ هو المشروع الإسلامي المنهج الأزهري هو المشروع الإسلامي ولذلك فإن هناك عملية قرصنة من أي من يدعي أن معه المشروع الإسلامي على المنهج الأزهري احفظوا حتى نلتقي في حلقة أخرى لنرى أن المنهج الأزهري هو المشروع الإسلامي وأن المشروع الإسلامي بعيداً عن المنهج الأزهري إنما هو نوع من التوهيم والتضليل وأنه يجب علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها حتى نعود مرة أخرى إلى حضيرة الدين الحقيقي وإلى الوطنية المصرية الحقيقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة